كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس في التصورات والموازين والقيم وينتهي بتقرير الأصل الذي يجب أن يرجع إليه المختلفون وإلى الميزان الأخير الذي يحكم فيما هم فيه مختلفون كان الناس أمة واحدة هذه هي القصة كان الناس أمة واحدة على نهج واحد وتصور واحد وقد تكون هذه إشارة إلى حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم قبل اختلاف الاعتقادات وقد غبر عليهم عهد كانوا فيه في مستوى واحد وتصور واحد حتى نموا وكثروا وتفرقوا في المكان وبرزت فيهم الاستعدادات الفطرية المختلفة حينئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر وتعددت المناهج وتنوعت المعتقدات وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى أن من طبيعة الناس أن يختلفوا لأن هذا الاختلاف أصل من أصول خلقتهم يحقق حكمة عالية من استخلاف هذا الكائن في الأرض وهذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوعة واستعدادات شتى من ألوان متعددة كي تتكامل جميعها وتتناسق وتؤدي دورها الكلي في الخلافة والعمارة وفق التصميم الكلي المقدر في علم الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم هذا الاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينشئ بدوره اختلافا في التصورات والمناهج ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة واقعة داخل إطار واسع عريض يسعها جميعا حين تصلح وتستقيم وهو إطار التصور الإيماني الصحيح الذي لا يقتل تلك الاختلافات ولا يكبحها ولكن ينظمها وينسقها ويدفعها في طريق الصلاح ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون وحكم عدل يرجع إليه المختصمون فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولا بد أن نقف عند قوله تعالى بالحق فهو القول الفصل بأن الحق هو ما جاء به الكتاب وأن هذا الحق قد أنزل ليكون هو الحكم العدل فيما اختلفوا فيه وبغير هذا الحق لا يستقيم أمر هذه الحياة ولا ينتهي الناس من الفرقة ولا يقوم على الأرض السلام ولا يدخل الناس في السلم كافة هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق هو كتاب واحد في حقيقته جاء به الرسل جميعا فهو كتاب واحد في أصله وهي ملة واحدة في عمومها وهو تصور واحد في قاعدته رب واحد ومعبود واحد ومشرع واحد للناس ثم تختلف التفصيلات في التشريع بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال ووفق أطوار الحياة والارتباطات حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في خط سير الأديان والعقائد كل نبي جاء بهذا الدين الواحد في أصله يقوم على القاعدة الأصلية قاعدة التوحيد المطلق ثم يقع الانحراف وتتراكم الخرافات فيبعد الناس نهائيا عن ذلك الأصل الكبير وهنا تجيء رسالة جديدة تجدد العقيدة الأصيلة وتنفي ما علق بها من الانحراف وتراعي أحوال الأمة في التفصيلات ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفي إليه الناس وأن يكون هناك قول فصل ينتهون إليه ولم يكن بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير المصدر الإنساني وإقامة هذا الميزان الثابت تقتضي علما غير محدود علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وإقامة ذلك الميزان في حاجة إلى إله يعلم ما خلق ويعلم من خلق ويعلم ما يصلح وما يصلح حال الجميع وإقامة ذلك الميزان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة والنقص والفناء وعلى الكون كله بما فيه ومن فيه أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة والظروف المتغيرة ثم يوائم بينهما وبين الإنسان في ظرف موقوت على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يفيء إليه فيدرك خطأه وصوابه من ذلك الميزان الثابت وبهذا وحده تستقيم الحياة ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في النهاية إله ولقد جاء الكتاب ومع ذلك كان الهوى يغلب على الناس من هنا وهناك وكانت المطامع والرغائب والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فالبغي بالحسد وبغي الهوى هو الذي قاد الناس إلى المضي في الاختلاف على أصل التصور والمنهج والمضي في التفرق واللجاج والعناد وهذه حقيقة فما اختلف اثنان على أصل الحق الواضح في هذا الكتاب إلا وفي نفس أحدهما بغي وهوى أو في نفسيهما جميعا فأما إن كان هناك إيمان فلا بد من التقاء واتفاق وهداية الله لهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وما أيسر الوصول حينئذ والاهتداء إلى صراط الله المستقيم والله يختار من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء ممن يعلم منهم الاستعداد للهدي والاستقامة على الصراط أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وتنتهي هذه التوجيهات بالتوجه إلى المؤمنين الذين كانوا يعانون في واقعهم مشقة الاختلاف بينهم وبين أعدائهم من المشركين وأهل الكتاب وما كان جره هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلات يتوجه إليهم بأن هذه هي سنة الله القديمة في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة وليكونوا لها أهلا أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم وأن يلقوا في سبيلها العنة والألم والشدة والضر وأن يراوحوا بين النصر والهزيمة حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم ولم تزعزعهم شدة ولم ترهبهم قوة استحقوا نصر الله واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف ومن الذل ومن الحرص على الحياة أو على الدعة والرخاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى وهكذا وجهها إلى تجارب الجماعات المؤمنة قبلها وإلى سنته سبحانه في تربية عباده المختارين الذين يكلوا إليهم رايته وينوط بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة فتبعث منها ذلك السؤال المكروب وحين تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة تتم كلمة الله ويجيء النصر من الله ألا إن نصر الله قريب وبهذا يدخل المؤمنون الجنة مستحقين لها جديرين بها بعد الجهاد والامتحان والصبر والثبات والتجرد لله وحده والشعور به وحده وإغفال كل ما سواه وكل من سواه والصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية فتتلألأ حتى في أعين أعدائها وخصومها وحينئذ يدخلون في دين الله أفواجا كما وقع وكما يقع في كل قضية حق يلقى أصحابها ما يلقون في أول الطريق حتى إذا ثبتوا للمحنة حاز إليهم من كانوا يحاربونهم وأشد المناوئين وأكبر المعاندين على أنه حتى إذا لم يقع هذا يقع ما هو أعظم منه في حقيقته يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها وأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة والحرص على الحياة نفسها في النهاية وهذا الانطلاق كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون المؤمنون المؤتمنون على راية الله ودينه وشريعته وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في نهاية المطاف وهذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى وللجماعة المسلمة في كل جيل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم لقد وردت آيات كثيرة في الإنفاق فهو في مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والحرب التي كانت تواجهها وتكتنفها ثم هو ضرورة من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة وهو أمر له قيمته الكبرى في قيام الجماعة فيسأل بعض المسلمين ماذا ينفقون فجاءهم الجواب يبين صفة الإنفاق ويحدد كذلك أولى مصارفه وأقربها قل ما أنفقتم من خير ولهذا التعبير إحاءان الأول أن الذي ينفق خير للمعطي وخير للآخذي وخير للجماعة وهو عمل طيب والإحاء الثاني أن يتحرى المنفق أفضل ما عنده فينفق منه وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه ويحدد مستحقه من والدين وأقربين ويتامى ومساكين وابن سبيل هو يربط بين المنفق وبين طوائف من الناس برابط العصب أو الرحم أو الرحمة أو الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتماعي بين بني الإنسان في إطار العقيدة المتين ولكن هذا الترتيب في الآية وفي الآيات الأخرى والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحديدا ووضوحا هذا الترتيب يشي بمنهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية وقيادتها فيسير بالإنسان كما هو بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته خطوة خطوة صعودا في المرتقى العالي على هينة وفي يسر ولا يعتسف به الطريق اعتسافا ولا يطير به طيرانا فوق الآكام ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى فيستجيش في القلب صلته بالله فيما يعطي وفيما يفعل وفيما يضمر والله عليم به وبباعثه وبالنية المصاحبة له كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعلى هذا المنهج نفسه يجري الأمر في فريضة الجهاد التي تأتي تالية للحديث عن الإنفاق كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة واجبة الأداء لأن فيها خيرا كثيرا للفرض المسلم وللجماعة المسلمة والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة ولا يهون من أمرها ويعالج الأمر من جانب آخر فيقرر أن من الفرائض ما هو شاق ولكن وراءه حكمة تهون مشقته وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير فيفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي تراه منها فمن يدري لعل وراء المكروه خيرا ووراء المحبوب شرا إن العليم بالغايات البعيدة هو الذي يعلم وحده هكذا يواجه الإسلام الفطرة لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية ولا مريدا لها على الأمر الصعب بمجرد التكليف ولكن مربيا لها على الطاعة ومفسحا لها في الرجاء لتبزل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو خير ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة ولتشعر بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع ضعفها ويعترف بمشقة ما كتب عليها ويعزرها ويقدرها ويحدو لها بالتسامي والتطلع والرجاء وهكذا يربي الإسلام الفطرة فلا تمل التكليف ولا تجزع عند الصدمة الأولى ولا تخور عند المشقة البادية ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعزرها ويمدها بعونه ويقويها ولا تتهالك على ما تحب وتلتز فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة وقد يكون المكروه مختبئا خلف المحبوب وقد يكون الهلاك متربصا وراء المطمع البراق وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني لا يقف عند حد القتال فالقتال ليس إلا مثلا لما تكرهه النفس ويكون من ورائه الخير بل ينطلق في حياة المؤمن كلها ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية لتؤمن وتستسلم في أمر الغيب المخبوء بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف ترجمة نانسي قنقر